مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزات التنميذات مع درس جديد من دروس مادة لغتي العربية المكون طبعا هو الدرس اللغوي عنوان هذا الدرس هو أصلوبه الاستفهام من إعداد الأستاذ محمود أيت الحاج إذن سنتعرف أولا على هذه الظاهرة لاحظوا معي المثال الثالث هل حضر أحمده؟ هل حضر أحمده؟ إذن أنا هنا ماذا أفعل؟ نعم توصلتم إلى الإجابة أنا هنا أسأل إذن هذا النوع من الأسلوب ماذا يسمى؟ يسمى أسلوب الاستفهام أسلوب الاستفهام كيف عرفنا أنه أسلوب استفهام؟ لماذا؟ لأنه يتكون من ماذا؟ من حرف استفهام هل إذن هذا هو أسلوب الاستفهام بمعنى أنني أستفهم أسأل عن شيء أطرح سؤالا إذن لننتقل إلى تحليل هذه الظاهرة اللغوية أولا مع أحرف الاستفهام الجملة الأولى لاحظوا معي الجملة أساعدت المحتاجين؟ أساعدت المحتاجين؟ في نظركم أين هو حرف الاستفهام؟ طبعا حرف الاستفهام هو أ الهمزة أ بمعنى الهمزة ما هو الجواب؟ إذا لم أساعد المحتاجين؟ ماذا سأقول؟ وإذا ساعدتم ماذا سأقول؟ إذن سأقول نعم ساعدت المحتاجين في حالة الإثبات بمعنى أنني بالفعل ساعدت المحتاجين وفي حالة النفي ماذا سأقول؟ طبعا سأقول لا لم أساعد المحتاجين هذا في حالة النفي إذا الحرف الأول من أحرف الاستفام هو بمعنى الهم الهمزة لاحظوا معي الجملة الثانية هل مكثت في بيتك؟ هل مكثت في بيتك؟ إذن أين هو حرف الاستفام في نظركم؟ لا شك أنكم توصلتم إليه وهو هل إذن جواب الاستفام إذا كان بالإثبات بالفعل مكثت في بيتك ماذا ستقول؟ طبعا ستقول نعم مكثت في بيتي نعم مكثت في بيتي إذن هذا هو الإثبات بمعنى أنك بالفعل مكثت في بيتك وإذا لم تمكث ماذا ستقول؟ طبعا ستقول لا لم أمكث في بيتي إذن في حالة النفي كما تشاهدون إذن ما هي أحرف الاستفام؟ أحرف الاستفام كما تشاهدون هي الهمزة بمعنى أ وهل هذه هي أحرف الاستفاهم بمعنى أحرف الاستفاهم إذا أردت أن أجيب بالإثبات سأقول نعم وإذا أردت أن أجيب بالنفي سأقول لا إذن الأمر واضح وسهل وبسيط جدا ننتقل دائما إلى تحليل ظاهرة اللغوية الآن سنتعرف على الاستفاهم المنفي ماذا نقصد بالاستفاهم المنفي هذا الذي يخطئ فيه العديد من الناس والعديد من التلاميذ لكن سنصحح هذا الأمر اليوم إذا لاحظوا معي الجملة الأولى ألست من كتب الدرسة؟ ألست من كتب الدرسة؟ إذن هنا أطرحوا سؤالا بماذا بحرف الاستفاهم أ وأضفت هنا ليس بمعنى النفي إذن حرف الاستفاهم هو أ الهمزة مع لي ليس الجواب إذا كنت قد بالفعل أنت من كتب الدرسة؟ ماذا ستقول؟ ستقول إذا لم تكتب الدرس ماذا ستقول؟ ستقول نعم لم أكتب الدرسة إذن هذا في حالة النفي نعم لم أكتب الدرس ولكن إذا كنت بالفعل قد كتبت الدرسة ماذا ستقول؟ ستقول هنا لن تقول نعم لا خطأ لأن إذا قلت نعم بمعنى أنك بالفعل أنت لم تكتب الدرس إذن ستقول بلى أنا من كتب الدرس إذن في حالة الإثبات هنا نقول بلى في حالة النفي نقول نعم بمعنى إذا لم تكتب الدرس ستقول نعم وإذا كتبت الدرس ستقول بلى نلاحظ الجملة المولية ألم يحضر المدرس؟ إذن حرف السفاة مواضح دائما الهمزة ولم هنا أداة النفي إذن في النفي ماذا ستقول؟ على منوال الجملتين الأولتين ماذا سنقول؟ إذن سنقول نعم سنقول نعم لم يحضر المدرس لأنه لم يحضر إذا لم يحضر ستقول نعم لم يحضر المدرس إذن في حالة النفي ولكن إذا حضر المدرس ماذا ستقول؟ هل ستقول نعم؟ لا سنقول بلا حضر المدرس في حالة الإثبات ستقول بلى حضر المدرس جيد إذن ننتقل إلى الجملة الموالية ألا تمارس الرياضة؟ ألا تمارس الرياضة؟ إذن حرف الاستفاهم أصبح واضحا وفهوما هو أ بالإضافة إلى أدى النفي لا إذن أنت بالفعل لا تمارس الرياضة؟ ماذا ستقول؟ أنت بالفعل لا تمارس الرياضة؟ إذن ستقول نعم لا أمارس الرياضة في حالة النفي نعم لا أمارس الرياضة ولكن إذا كنت تمارس الرياضة ماذا ستقول؟ نعم جيد ستقول بلى أمارس الرياضة بلى أمارس الرياضة إذن هذه في حالة الإثبات إذن كما تلاحظوا الذين نعم وبلا في الاستفاهم المنفي ما معنى الاستفاهم المنفي؟ بمعنى أنه يكون لدينا حرف استفان زائد أدت نفي أ زائد ليس أ زائد لم أ زائد لا عندما يكون لدينا حرف زائد أدت نفي فإن الجواب إذا كان بالنفي بمعنى لم تفعل ستقول نعم وإذا فعلت ستقول بلى حتى لا تخطئ ولا تكون كالذي سألت زوجته فقالت له ألست جميلة؟ قال لها نعم وبدأ يتمتم الحمد لله أنها لا تعلم اللغة العربية لماذا؟ لأنه قال لها نعم إذن أنت لست جميلة فيصدر بها أن يقول لها بلى أنت جميلة إذن بلى ونعم ونعم بمعنى نعم هنا تفيد لا وبلى تفيد نعم ننتقل إلى الآن تعرفنا قبل قليل على أحرف الاستفان الآن سنتعرف على أسماء الاستفام وهي كثيرة أسماء الاستفام كثيرة أخذنا بعضها هنا لدينا من؟ من نستعملها للعاقل بمعنى للشخص للإنسان فنقول مثلا من منحك الهدية؟ من منحك الهدية؟ ما؟ نستعملها لغير العاقل بمعنى لشيء لجماد ما اسمك مثلا؟ ما اسمك؟ كيف نستعملها للاستفصار عن الحال؟ نقول كيف حالك؟ كم للعدد؟ كم درست أو كم درسا فهمت؟ أين للمكان؟ أين تقطن مثلا؟ بمعنى المكان الذي تقطنه؟ متى للزمان؟ متى سنعود إلى الدراسة مثلا؟ قبل أن ننتقل إلى المثال الأخير فهذه الأسماء الاستفام كلها ماذا؟ لماذا؟ من؟ ما؟ كيف؟ كم؟ أين؟ متى؟ هذه كلها مبنية هذه أسماء الاستفام كلها مبنية بمعنى أنها تعرب حسب سياقها قد تكون في محل رفع مبتدأ مثلا إلى آخر فهي كلها مبنية ولكن لاحظوا معي المثال الأخير أي فهي نستعملها للعاقل وغيره بمعنى للشخص أو للجماد إلى آخر فنقول مثلا أي كتاب تريد وأي شخص سيساعدك أي كتاب كتاب بمعنى كتاب فهو جماد شخص فهو للعاقل فهو إنسان إذن أي كتاب تريد هنا أي سنعربها أنها مفعول به مقدم مفعول به منصوب مقدم وأي شخص سيساعدك أي هنا فجاءت فاعلا مثلا إذن فأي ليست مبنية بل هي معربة أما باقي الأسماء فهي مبنية بمعنى أننا نعربها في محل كذا حسب موقعها في الجملة سنتقل الآن إلى نماذج إعرابية تحدثنا عن أي كتاب تريد فأصلها نقول تريد أي كتاب إذن هنا سنعرف الموقع الإعرابي لإسم الاستفاة فأي مفعول به مقدم منصوب على ما تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف طبعا كتاب مضاف إليه مجرور وعلى ما تجره الكسرة الظاهرة على آخره تريد فعل مضارع مرفوع على ما ترفعي ضمة الظاهرة على آخره والفعل ضمير مستثير وزوبا تقديره أنت الجملة الموالية هل حضر أحمده؟ هل حضر أحمده؟ فهل فهو حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب لأن الأحرف أو الحروف لا محل لها من الإعراب حضر فعل ماض مبني على الفتحة أحمد فهو فاعل مرفوع على ما ترفعيه الظمة الظاهرة على آخره ننتقل الآن إلى تقويم عام لنختبر قدراتكم مثلا أجب عن الأسئلة حسب المطلوب إذن هيئوا أنفسكم لكي تجيبوا الأسئلة بسيطة جدا سؤال أول قلنا أجب عن الأسئلة حسب المطلوب بمعنى أنا سأعطيك سؤالا وأنت ستجيب بجملة مثلا حسب المطلوب هل غادرت بيتك بالإثبات؟ بمعنى أنك بالفعل غادرت بيتك ماذا ستقول؟ نعم لا بد أنك توصلت إلى الإجابة سنؤجل الإجابة إلى حين ألا تدرس جيدا بالنفي بمعنى أنك لا تدرس جيدا ماذا ستقول؟ ألا تدرس جيدا بالنفي بمعنى لا تدرس جيدا بماذا ستجيب؟ الجملة الموالية ألن ترحل من المدينة بالنفي أيضا بمعنى لن ترحل ماذا ستقول ألن تساعد والديك بالفعل أنت تساعد والديك بماذا ستجيب ألن تساعد والديك ولكن بالإثبات نعم السؤال الثاني اطرح السؤال لهذا الجواب لدي جواب أنا أريد منك السؤال الجواب هو بلا أنظف يدي بلا أنظف يدي إذن ما هو سؤالك لاحظوا معي الآن لابد أنكم توصلتم إلى الإجابات الآن لاحظوا معي هذه الإجابات هي كالتالي السؤال الأول هل غادرت بيتك إذن سأقول نعم غادرت البيت ألا تدرس جيدا ألا تدرس جيدا بالنفي ستقول نعم لا أدرس جيدا نعم لا أدرس جيدا ألن ترحل من المدينة بالإثبات بمعنى أنك لم ترحل ستقول بلا سأرحل من المدينة بمعنى أنك سترحل من المدينة ألن تساعد والديك الإثبات ماذا ستقول بمعنى أنك أنت ستساعد والديك ماذا ستقول ستقول بلا سأساعد والدي بلا سأساعد والدي بالنسبة للسؤال الأخير يطرح السؤال لهذا الجواب إذن الجواب كان هو بلا أنظف يدي إذن السؤال يجب أن يكون بالاستفهام المنفي ألا تنظف يديك ألا تنظف يديك إذن أنت تنظف يديك فستقول بلا أنظف يديك إذن هكذا يعني نكون قد أنهينا هذا الدرس ستمنى أنكم فهمتموه هو بسيط جدا فيه أحرف الاستفهام كما رأينا الهمزة وهل ثم أسماء الاستفهام ثم الاستفهام المنفي بلا ونعم عندما يكون لديك استفهام منفي فيها أدت نفي مع حرف الاستفهام فإذا كنت بالفعل تفعل ذلك ستقول نعم ستقول أعفوا بلا وإذا كنت لا تفعل فستقول نعم واضح؟ إذن شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر